لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أقول رد بعقل يا حسن أقمل بعقل وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقل يبقى الجن يبقى ونعوبة بين عقل المسا مرحب بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعنوان حلقتنا النغاردة هيكون عفا الله عنه وفي حلقة الغاردة أنا هعمل تلخيص للست حلقات اللي فاتوا عن التفويض ومعناه واللي بترتب عليه طبعا بدون ذكر أي مراجع واللي عايز يرجع للمراجع ممكن يشوفها على يوتيوب أو الفيسبوك أول حلقة في حلقة رقم 47 كانت بعنوان ابن حجر بين التأويل والتفويض انت حجر اعترف انه على مسحب اللي بيقاول الصفات وابن باز قال اللي بيقاول الصفات وبيصرف عن ظاهرها ده بيكون من أهل البيضع زي الجامية والمعتزلة وان ده مسحب أنقروا أهل السنة وتبرقوا منه وبعدها لقينا ان ابن حجر بيستشهد بإمام الحرمين ويدعي على أئمة السلف انهم توقفوا عن التأويل وقالوا بالتفويض علشان نسق في كلامه وزي ما شرحت التفويض يعني يفوضوا المعنى بمعنى يقول أنا ما عرفش معناها الله هو اللي بيعرف وبعده لقينا كده ان ابن حجر في شرح حديث آخر بيقول والأولى في هذه الأشياء الكفة عليك تأويل مع اعتقاد التنزيه والشيخ البراك رح رد عليه وقال له ان فيه طريقتين طريقتين طريقة التأويل وطريقة التفويض والاتنين باطل وان ده مذهب الجاهمية والمعتزلة وبكده شفنا ان ابن حجر جاهمي وشفنا مع بعض كمان الشيخ صلاح السندي بيقول ان مذهب أهل التجهيل هو مذهب المفوضة وان حقيقة المذهب هو تعطيل صفات الله وعشان كده بعتبر من المذهب أهل التعطيل لان المأول حدد المعنى المراد ولكن المفوض قال لا يعلم هذا المعنى إلا الله وكانت النتيجة النهائية ان ابن حجر في التأويل جاهمي وفي التفويض جاهمي وطبعا الجاهمية بدعوا كفر وبرضو عفى الله عنه على رأي الشيخ البراك وفي الحلقة رقم 48 وكانت بعنوان ابن حجر يتهم الله بالعباس والحلقة دي شوفنا اتكلمنا مع بعض عن مشكلة التفويض وبترتب عليها ايه؟ ترتب عليها طعن في مصدقات القرآن لأنه يتضمن ثلاثة مفاسد تجذب القرآن وتجهيل الرسول ونشر فكر الفلسفة المرحدين واللي قالوا يعني ان طريقة السلف هي التفويض جذب على السلف يعني كمان طلع ابن حجر بيجذب على السلف وشوفنا الشيخ محمد الجامي شرح التفويض المزموم اللي معناه التعطيل عشان كده ابن تيمية حكم على كلام اهل التفويض بالالحاد وانه شر مقالات اهل البدع والالحاد وابن تيمية قال ان الملاحظة زي ابن سينة وغيره لقيوا حجة يحتجوا بيها على اهل السدلة اللي بيثبتوا البعاد ويستخدموا نفس الطريقة في التفويض علشان ينكروا المعاد فنفوا المعاد زي ما نفوا الصفات على حقيقتها وشوفنا مدى اسرار ابن حجر على التفويض لما قال والصواب الامساك عن امسال هذه المباحث والتفويض الى الله في جامعها وطبعا ابن حجر بيرجح في الحلقة دي شوفناها بيرجح التفويض وده اعراض عن فهم النصوص لان التفويض هو إثبات الالفاظ فقط اما دلالتها على الصفات او معانيها فلا احد يعلمه وغير الله وبكده يعني ابن حجر يتهم الله انه بيقول كلام عبس مش مفهوم ونتيجة التفويض الشيخ البراق بيقول لنا نفي الصفات وكده احنا قدام اختيارين اما الله مش موجود يعني عدم او ان الله متصف بالنقص لان الصفات الله اللي بين فيها اما حجر هي صفات كمال لله ونفي الصفات دي ده مسحب طبعا الجهمية والمعتزلة عفى الله عنه على رأي الشيخ البراق وفي الحلقة رقم 49 كانت بعنوان ابن حجر يكدب الله ويكدب الرسول واحنا شفنا ان الامام احمد بن حنبل وغيره من ائمة السلف قال ان اللي يقول بالتفويض ده بيعتبر من المبتدعة لان معنى كده الله يكلم الناس كلام غير مفهوم المعنى وفعلا ابن حجر قصده كده من التفويض النفي وابن حجر فوض الاستواء على العرش بمعنى انه قال ما نعرفش معناها وبعدها الاناء قال وليس العرش بموضع استقرار الله بمعنى انه بينفي استقرار الله على عرشه بذاته وشفنا الشيخة احمد الحزيمي وهو بيقول من انكر علوه الذات فهو كافر وابن حجر بينكر علوه الله بذاته على العرش يعني احمد الحزيمي بيكفر ابن حجر ونتفاجئ بدل ما الشيخ البراق ما يكفر ابن حجر زي الشيخ احمد الحزيمي لانه بيكدب الرسول والقرآن رح قال ايه عفى الله عنه وفي الحلقة رقم خمسين وكانت بعنوان يجب استتابة ابن حجر وشيخ الاسلام ابن تيمية قال من لم يقل ان الله فوق سماويته على العرش وبقى من خلقه واجب ان يستتاب فانتابة وإلا ضربة عنقه وبيعتبر في حكم الكافر لان كلامهم ببساطة تجذيب للرسول والقرآن وبيعتبر كفر اكبر مخرج من الملة وشفنا ان حجر استخدم حديث البخاري علشان يثبت عقدته وقال ان احدكم اذا قام فيه صلاته فانه يناجي ربه او ان ربه بينه وبين القبلة وشفنا ازاي الشيخ البراق رد عليه وقال ان الحافز عفى الله عنه ينفي حقيقة استواء الله على العرشه وهو علوه وارتفاعه بذاته فوق عرشه العظيم وان ده مسعب المعطلة من الجهمية عفى الله عنه وكان سؤالنا هل حكم الكافر عفى الله عنه ليه ما يكونش صريح زي الشيخ الحزيمي وانه يقول ابن حجر كافر وبرضه عفى الله عنه على رأي الشيخ البراق وفي الحلقة رقم واحد وخمسين كانت بعنوان ابن حجر يخالف اجماع اهل السنة وشفنا في الحلقة دي ان ابن خزيمة قال من لم يقل بان الله عز وجل على العرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه وابن تايبية وابن عسيمين والشيخ صلح السندي التلاتة استشهدوا بمثل علشان يردوا على حديث انقاء ان احدكم اذا قاموا في صلاته فانه يناجي ربه او ان ربه بينه وبين القبلة وقالوا المثل ان لو واحد مثلا هيكلم السماء او الشمس او الامر برغب ان مثلا الشمس في السماء وهي برضه هتكون قدام واجهه او قدام وشه وهكذا القمر او السماء ولو تكلم القمر هيتوجه للقمر واستقبله بواجهه مع ان القمر فوقي يعني فوقي ونفس المثل ينطبق على الله وشوفنا ابن حجر بيخالف الائمة والاجماع في اعتقادهم زي الامام ابو زرع الرازي والامام ابو حاتم والحافظ ابو نعيم والاجماع طبعا ده نقله الامام ابن بطة العكبري في كتاب الابانة وقال ان اجمع المسلمون من الصحابة والتبعين وجميع اهل العلم من المؤمنين بقى ان ان الله تبارك وتعالي على العرش فوق سماواته بائن من خلقه وعلمه محيط بجميع خلقه واللي يقول غير كده زاغت قلوبهم واستهوتهم الشياطين فماركه من الدين وده ينطبق على ابن حجر لان ابن حجر مش بيخالف الامة والاجماع بس لا ده كمان اثبت الكفر والالحاد يبقى مارك من الدين وبرضه عفى الله عنه على رأي الشيخ البراق وفي حلقة رقم 52 كانت بعنوان ابن حجر يجهل الصحابة اتفاجئنا ان ابن حجر بيخلط بين تفويد الكيف وتفويد المعنى وطبعا للسلف فوضه الكيف مش المعنى وبين قدام خيارين يا اما ابن حجر جاهل او بيجدب متعمد على السلف وشفنا ازاي الشيخ محمد الجامي قال ينبغي ان نفرق بين التفويد التفويد منهج السلف والتفويد المزموم اللي بيؤدي الى التعطيل فلو المسلم اعتقد زي ابن حجر ان الصحابة يجهلون مذهبهم يعني انت كده دينك باطل ولو ابن حجر بيجذب على الصحابة يبقى ليه تاخد بشرحه لاهم كتاب بعده الكرآن اللي هو صحيح البخاري والمشكلة انه في كل الحالات يعني سواء الصحابة جهلو ام علموا بالتفويد فان ابن حجر بيكفرهم وبتهم الصحابة انهم بيكدبوا الله وبيقولوا ان الرسول جاهل يعني كفر والكفر يخرج من الملة وقالحده برضو وبكده ابن حجر عمل ليه منهج نقدر نقول عليه او نقدر نقول عنه انه منهج بلتوي لا ياليك بمنتصد لشرح اعظم كتاب بعد القرآن وهو بنفسه نخص المنهج بتاعه ده نقلا عن البيهقي وراح قال ايه وطبعا زي ما اسبقتنا انه بينقل يعني موافق لما ينقل يعني وقال فهو على ما تقدم عن السلف في التفويد وعن الائمة بعدهم في التقويل نلاحظ ان من حجر نسب التفويد للصحابة والتقويل للتباهي ويؤكد من حجر موافقته على التقويل وقال ان ابن العربي كده قال ابن العربي حكي عن المبتدع رد هزي الاحاديث وعن السلف امرارا وعن قوم متقوي لها وبها اقول وبيأكد برضو وموافقته على التفويد وقال والصواب الامساك عن امثال هزي المباحث والتفويد الى الله في جميعها وقصد ابن حجر لما يفوت كده بالتباهي استحابة ولو قال بالتقويل يبقى كده متبع للأئمة واللي هم التبعين وده طبعا تلاعب وسلوب ملتوي ولا ياليك بشخص بشرح اعظم كتاب بعض القرآن ومخصوصا ان احنا اثبتنا في الحلقات اللي فاتت ان الكلام ده بصطحيح والنقطة الاخيرة وهي مهمة جدا ويمكن اول مرة يسمعها المسلم وهي ان ابن حجر وبعشرات الادلة اللي قدمناها في الحلقات اللي فاتت بينقل بشكل اساسي اقوال تؤيد عقدة الجهمية والقدرية والجبرية واللي كلامهم بيوافق كلام المجوس وبينقل التأويلات اللي في الاخر معناها نفي صفات الكمال لله والتوفيد ونتيجته نفس نتيجة التأويل النفي برضه وده بلوش غير معنى واحد ان ابن حجر لم يشرح صحيح البخاري انما شرح كلام اهل البدع بصحيح البخاري واكتر من كده ابن حجر جعل من صحيح البخاري دليل على صحة كلام الفلسفة الوسانيين والجهمية والقدرية والجابرية وأساليب ملتوية زي التأويل والتفويل ونشر الالحاد والكفر ازاي يا مسلم انت تقبل ابن حجر يستخدم البخاري في نشر بدعاته وكل الكفريات اللي أثبتناها وبرضه عفى الله عنه على رأي الشيخ البراك والتقي بيكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل إذا ما نقبل بعقل وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقل يبقى الدين يبقى ولعوب بين عقل المسا ترجمة نانسي قنقر